يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اسبوع حلو ليه على الكرة المصرية أربع فرق مصرية بيقدوا بشكل رائع جدا في المباراة العودة زهابا الأمور ما كيدش جيدة ولا فيوتشر ولا الزبالك ولا بيراميدز أما الأقل كان قدر يكسب زهابا وقابا بنتيجة كبيرة مجموعة المباراتين 7-0 عشان المباراتين كمان كانوا في مصر الاسبوع اللي قبل اللي فات كان اسبوع سيء الاسبوع اللي فات اسبوع مبهر للكرة المصرية اسبوع طبيعي يعني المفروض يبقى طبيعي زمالك لما يقدر يعود ويفوز أربعة واحد قدام منافس ضعيف منطقي فيوتشر بتشكيلة محترمة جدا لما يرجع ويعود ويفوز في مباراة العودة قدام فريق ضعيف طبيعي جدا بيراميدز لما يتعدل زهابا ويقدر يفوز بالسهولة 6-1 في القرع على الجيش الرواندي ده برضو طبيعي جدا الأهلي أهلي الأهلي أهلي كده كده الأهلي على جنب ليه الأهلي على جنب تعديدا عشان الأهلي هو كبير القرى بكل البطولات والأرقام والإنجازات وتشكيلة الفريق لو بتتكلم على أقوى تشكيلة في القرى الأفريقية دلوقتي هي تشكيلة النادي الأهلي لو بتتكلم على أعلى قيمة تسوقية في أفريقيا دلوقتي هي تشكيلة النادي الأهلي فالأهل الأهلي في حتة لوحده أكيد في حتة لوحده نتمنى الزمالك يرجع تاني واحد من أهم أهم كبار القرى الأفريقية في أسرع وقت ممكن وحلو أنه هو دخل دور المجموعات عشان يرجع يتنفس مرة أخرى نادي الزمالك ويرجع تاني يتذكر تاريخ عظيم مليء بالإنجازات والبطولات بيراميد بقى متمرس في البطولات الأفريقية وإن كان هذه المرة هي بطولة جديدة عليه بطولة دوري أبطال أفريقيا هو والنادي الأهلي يتنفسان إن شاء الله على الفوز بهذا اللقب ليه؟ الأهلي والبيراميدز أقوى تشكيلتين في هذه البطولة فرقتين كبار جدا الأهلي يتفوق طبعا بالخبرات الكبيرة والتاريخية لكن بيراميدز بتشكيلة رائعة جدا قادر على المنافسة ده في دوري أبطال أفريقيا الاتنين يقدروا ينفسوا بسهولة على هذه البطولة الكونفيدرالية الأفريقية نفس الأمر الزمالك باسمه وتاريخه مهما كانت الزروف يبقى المنافس الأول والمرشح الأول لهذه البطولة فيوتشار تشكيلة محترمة واستقرار بقالوا موسمين بشكل رائع جدا والفريقية تحسن روايدا روايدا وبدأ يسبت أقدامه في الكرة المصرية يخلينا نتطمن برضو إنه يقدر ينافس على هذه البطولة نركز بقى وننبسط ونسعد بالأربع فرق بإذن الله فيما تبقى من البطولتين سواء ده الأبطال أو الكونفيدرالية